الوراق يقدم الى المكتبة العربية الكتاب المسموع رسالة احمد بن فضلان في وصف رحلته الى بلاد الترك والخزر والروس والسقالب والباشغرد وغيرهم مع اختلاف مذاهبهم واخبار ملوكهم واحوالهم احمد بن فضلان رحالة عربي تميز ببراعة قلمه وحسن بيانه وجودة عباراته وشدة اسره وعظيم ايجازه في التعبير ودقته في اللفظ مما يجعله اقرب الى الادبع وقد كان شديد الايمان بالله عظيم التمسك بدينه واخلاقه وتقواه برغم الاخطار التي واجهت والدسائس التي تربصت به والمشقة الطويلة التي عاناها اما رسالته من حيث المنهج فهي اشبه بالقصة تتماسك حلقاتها واحداثها كرواية متشابكة متصل اولها باخرها بداية الرحلة المكان بغداد الزمان الحاج والعشرون من حزيران عام تسعمائة وواحد وعشرين ميلادية الوصول الى نهر البولغة في الحادي عشر من ايار عام تسعمائة واثنين وعشرين ميلادية ملك السقالب يطلب من يفقهه في الدين ويعرفه شرائع الاسلام يقول احمد بن فضلان بسم الله الرحمن الرحيم لما وصل كتاب المش ابن يلطوار ملك السقالب الى امير المؤمنين المقتدر يسأله فيه البعثة الي ممن يفقه في الدين ويعرفه شرائع الاسلام ويبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده وجميع مملكته ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له فاجيب الى ما سأل من ذلك وكان السفير له نذير الحرمي فندبت انا لقراءة الكتاب علي وتسليم ما اهدي الي والاشراف على الفقهاء والمعلمين وسبب له بالمال المحمول الي لبناء ما ذكرناه وللجراية على الفقهاء والمعلمين على الضيعة المعروفة في ارض خوارزم من ضياع ابن الفرات وكان الرسول الى المقتدر من صاحب السقالبة رجل يقال له عبد الله بن باشت الخزري والرسول من جهة السلطان سوسن الرسي مولى نذير الحرمي وتكين التركي وبارس السقالبي وانا معهم على ما ذكرت فسلمت اليه الهدايا له والامرأة ولأولاده واخوته وقواده ودوية كان قد كتب الى نذير يطلبها العجم والأتراك الجرجانية وأحمد بن فضل ترجمة نانسي قنقر فأقمنا بالنهروان يوما واحدا ورحلنا مجدين حتى وافينا الدسكرة فأقمنا بها ثلاثة أيام ثم رحلنا قصدين لا نلوي على شيء حتى صرنا الى حلوان فأقمنا بها يومين ثم رحلنا فصرنا حتى وصلنا الى همذان فأقمنا بها ثلاثة أيام ثم سرنا حتى قدمنا ساوة فأقمنا بها يومين ومنها الى الري فأقمنا بها أحد عشر يوما ننتظر أحمد بن علي أخ صلوك لأنه كان بخوار الري ثم رحلنا الى خوار الري فأقمنا بها ثلاثة أيام ثم رحلنا الى سمنان ثم منها الى الدمغان وصادفنا بها ابن قارن من قبل الداعي فتنكرنا في القافلة وسرنا مجدين حتى قدمنا نيسبور وقد قتل ليلى بن نعمان فأصبنا بها حموي ابن علي صاحب جيش خرسان ثم رحلنا الى سرخس ثم منها الى مر أشهر مدن خرسان ثم منها الى قشمهان وهي طرف مفازة آمل فأقمنا بها ثلاثة أيام نريح الجمالة لدخول المفازة ثم قطعنا المفازة الى آمل ثم عبرنا جيحون وصرنا الى أفرير رباط طاهر بن علي ثم رحلنا الى بيكند ثم دخلنا بخار وصرنا الى الجيهاني وهو كاتب أمير خرسان وهو يدعى في خرسان الشيخ العميد فتقدم بأخذ دار لنا وأقم لنا رجلا يقضي حوائجنا ويزيح عللنا في كل ما نريد فأقمنا أياما ثم استأذن لنا على نصر بن أحمد فدخلنا اليه وهو غلام أمرد فسلمنا عليه وأمرنا بالجلوس فكان أول ما بدأنا به أن قال كيف خلفتم مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وسلامته في نفسه وفتيانه وأوليائه فقلنا بخير قال زاده الله خيرا ثم قرئ الكتاب عليه فقال وأين أحمد بن موسى فقلنا خلفناه بمدينة السلام ليخرج خلفنا لخمسة أيام فقال سمعا وطاعة لما أمر به مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه واتصل الخبر بالفضل بن موسى النصراني وكيل بن الفرات فأعمل الحيلة في أمر أحمد بن موسى وكتب إلى عمال المعاون بطريق خرسان من جند سرخس إلى بيكند أنذك العيون على أحمد بن موسى الخوارزمي في الخانات والمراصد وهو رجل من صفته وناته فمن ظفر به فليعتقله إلى أن يرد عليه كتابنا بالمسألة فأخذ بمرو واعتقل وأقمنا نحن ببخارة ثمانية وعشرين يوما وقد كان الفضل بن موسى أيضا واطأ عبد الله بن باشتو وغيره من أصحابنا يقولون إن أقمنا هجم الشتاء وفاتنا الدخول وأحمد بن موسى إذا وفانا لاحق بنا ورأيت الدراهم ببخارة ألوانا شتاء منها دراهم يقال لها الغطر فيه يأخذ منها عدد بلا وزن مئة منها بدرهم فضة وإذا شروطهم في مهور نسائهم تزوج فلان ابن فلان فلانة بنت فلان على كذا وكذا ألف درهم غطر فيه وكذلك أيضا شراء عقارهم وشراء عبيدهم لا يذكرون غيرها من الدراهم ولهم دراهم أخرى أربعون منها بدانق ولهم أيضا دراهم يقال لها السمر قندية ستة منها بدانق فلما سمعت كلام عبد الله بن باشتو وكلام غير يحذرونني من هجوم الشتاء رحلنا من بخارة راجعين إلى النهر فاكترينا سفينة إلى خوارزم والمسافة إليها من الموضع الذي اكترينا منه سفينة أكثر من مئتي فرسخ فكنا نسير بعض النهار ولا يستوي لنا سيره كله من البرد وشدته إلى أن قدمنا خوارزم فدخلنا على أميرها محمد بن عراق خوارزم شاه فأكرمنا وقربنا وأنزلنا دارا فلما كان بعد ثلاثة أيام أحضرنا ونظرنا في الدخول إلى بلد الترك وقال لا آذن لكم في ذلك ولا يحل إلي ترككم تغررون بدمائكم وأنا أعلم أنها حيلة أوقعها هذا الغلام يعني تكين لأنه كان عندنا حدادا وقد وقف على بيع الحديد ببلد الكفار يقصد السقالبة وهو الذي غر نذيرا وحمله على كلام أمير المؤمنين وإصال كتاب ملك السقالبة إليه والأمير الأجل يعني أمير خرسان كان أحق بإقامة الدعوة لأمير المؤمنين في ذلك البلد لو وجد محيصة وقد نصحتكم ولابد من الكتاب إلى الأمير الأجل حتى يراجع السلطان أيده الله في المكاتبة وتقيمون أنتم إلى وقت يعود الجواب فانصرفنا عنه ذلك اليوم ثم عودناه ولم نزل نرفق به وندريه ونقول هذا أمر أمير المؤمنين وهذا كتابه فما وجه المراجعة فيه حتى أذن لنا فانحضرنا من خوارزم إلى الجرجانية وبينها وبين خوارزم في الماء خمسون فرسخة ورأيت دراهم خوارزم مزيفة ويسمون الدرهم طازجة ووزنه أربعة دوانيق ونصف والصيرفي منهم يبيع الكعاب والدوامات والدراهم وهم أوحش الناس كلاما وطبعا كلامهم أشبه شيء بصياح الزرازير وبها قرية أهلها يقال لهم الكردلية كلامهم أشبه شيء بنقيق الضفادع وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في دبر كل صلاة فأقمنا بالجرجانية أياما وجمد نهر جيحون من أوله إلى آخره وكان سمك الجمود فيه سبعة عشر شبرا وكانت الخيل والبغال والحمير تجتاز علي كما تجتاز على الطرق وهو ثابت لا يتخلخل فأقام على ذلك ثلاثة أشهر فرأينا بلدا ما ظننا إلا أن بابا من الزمهرير قد فتح علينا منه ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف شديدة وإذا أتحف الرجل من أهله صاحبة وأرد بره قال له تعال إلي حتى نتحدث فإن عندي نارا طيبة هذا إذا بالغ في بره وصلته إلا أن الله تعالى قد لطف بهم في الحطب وأرخصه عليهم حمل عجلة من الحطب بدرهمين من دراهمهم تكون زهاء ثلاثة آلاف رطل ورسم سؤالهم ألا يقف السائل على الباب بل يدخل إلى دار الواحد منهم فيقعد ساعة عند ناره يصطلي ثم يقول الخبز فإن أعطوه شيئا أخذ وإلا خرج ونواصل الرحلة في رسالة الرحالة العربي المسلم أحمد بن فضلان وتطاول مقامنا بالجرجانية وذا كأن أقمنا بها أياما من رجب شعبان وشهر رمضان وشوال وكان طول مقامنا من جهة البرد وشدته ولقد بلغني أن رجلين ساق إثني عشر جملا ليحمل عليها حطبا من بعض الغياض فنسي أن يأخذ معهما قداحة وحراقة وأنهما بات بغير نار فأصبح والجمال موتى من شدة البرد ولقد رأيت لهواء بردها بأن السوق بها والشوارع لا تخلو حتى يطوف الإنسان أكثر الشوارع والأسواق فلا يجد أحدا ولا يستقبله إنسان ولقد كنت أخرج من الحمام فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي وهي قطعة واحدة من الثلج حتى كنت أدنيها إلى النار ولقد كنت أنام في بيت من داخل بيت وفيه قبة لبود تركية وأنا مدثر بالأكسية والفرة فربما التصق خدي على المخدة ولقد رأيت الجبابة بها تكسي العباءات من جلود الغنم لألا تتشقق وتنكسر فلا يغني ذلك شيئا ولقد رأيت الأرض تنشق فيها أودية عظام لشدة البرد وأن الشجرة العظيمة العادية لتنثلق بنصفين لذلك فلما انتصف شوال من سنة تسع وثلاثمائة أخذ الزمان في التغير وانحل نهر جيحون وأخذنا نحن فيما نحتاج إليه من آلة السفر واشترينا الجمال التركية واستعملنا المراكب من جلود الجمال لعبور الأنهار التي نحتاج أن نعبرها في بلد الترك وتزودنا بالخبز والأرز واللحم المجفف لثلاثة أشهر وأمرنا من كنا نأنس به من أهل البلد بالاستظهار في الثياب والاستكثار منها وهولوا علينا الأمر وعظموا القصة فلما شهدنا ذلك كان أضعف ما وصف لنا فكان كل رجل مننا عليه معطف قصير فوقه قفطان فوقه لبادة وبرنس يغطي الرأس مع الوجه لا تبدو منه إلا عيناه وسراويل غير بطانة وآخر مبطن وحذاء وخف من جلد الخيل وفوق الخف خف آخر فكان الواحد مننا إذا ركب الجمل لم يقدر أن يتحرك لما عليه من الثياب وتأخر عنا الفقيه والمعلم والغلمان الذين خرجوا معنا من مدينة السلام فزعا من الدخول إلى ذلك البلد وسرنا أنا والرسول وسلف له والغلمان تكين وبارس فلما كان في اليوم الذي عزمنا فيه على المسير قلت لهم يا قوم معكم غلام الملك وقد وقف على أمركم كله ومعكم كتب السلطان ولا أشك أن فيها ذكر توجيه أربعة ألاف دينار له وتصيرون إلى ملك أعجمي فيطالبكم بذلك فقالوا لا تخشى من هذا فإنه غير مطالب لنا فحذرتهم وقلت أنا أعلم أنه يطالبكم فلم يقبلوا واستقام أمر القافلة واكترينا دليلا من أهل الجرجانية ثم توكلنا على الله عز وجل وفوضنا أمرنا إليه ورحلنا من الجرجانية يوم الإثنين لليلتين خلت منذ القعدة سنة تسع وثلاثمائة فنزلنا رباطا يقال له زمجان وهو بباب الترك ثم رحلنا من الغد فنزلنا منزلا وجاءنا الثلج حتى مشت الجمال إلى ركبها فيه فأقمنا بهذا المنزل يومين ثم أوغلنا في بلد الترك لا نلوي على شيء ولا يلقان أحد في برية قفر بغير جبل فسرنا فيها عشرة أيام ولقد لقينا من الضر والجهد والبرد الشديد والتواصل الثلوج الذي كان برد خوارزم عنده مثل أيام الصيف ونسينا كل ما مر بنا وأشرفنا على تلف الأنفس ولقد أصابنا في بعض الأيام برد شديد وكان تكين يسيرني وإلى جانبه رجل من الأتراك يكلمه بالتركية فضحك تكين وقال إن هذا التركي يقول لك أي شيء يريد ربنا منا هو ذا يقتلنا من البرد ولو علمنا ما يريد لرفعناه إلي فقلت له قل له يريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله فضحك وقال لو علمنا لفعلنا ثم صرنا بعد ذلك إلى موضع فيه من الحطب شيء عظيم فنزلنا وأوقدت القافلة واستلوا ونزعوا ثيابهم وجففوها ثم راحلنا فما زلنا نسير في كل ليلة من نصف الليل إلى وقت العصر أو إلى الظهر بأشد سير يكون وأعظمه ثم ننزل فلما سرنا خمس عشرة ليلة وصلنا إلى جبل عظيم كثير الحجارة وفيه عيون تنجرف عبره وبالحفرة يستقر الماء فلما قطعناه أفضينا إلى قبيلة من الأتراك يعرفون بالغزية وإذا هم بادية لهم بيوت شعر يحلون وأرتحلون ترى منهم الأبيات في مكان ومثلها في مكان آخر على عمل البادية والتنقلهم وإذا هم في شقاء وهم مع ذلك كالحمير الضال لا يدنون لله بدين ولا يرجعون إلى عقل ولا يعبدون شيئا بل يسمون كبراءهم أربابا فإذا استشار أحدهم رئيسه في شيء قال له يا ربي إيش أعمل في كذا وكذا ويقول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم غير أنهم متى اتفقوا على شيء وعزموا عليه جاء أرذلهم وأخسهم فنقض ما قد أجمعوا عليه وسمعتهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله تقربا بهذا القول إلى من يجتاز بهم من المسلمين لاعتقادا لذلك وإذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكره رفع رأسه إلى السماء وقال بالتركية الله الواحد ولا يستنجون من غائط ولا بول ولا يغتسلون من جنابة ولا غير ذلك وليس بينهم وبين الماء عمل خاصة في الشتاء ولا يستتر نساؤهم من رجالهم ولا من غيرهم وكذلك لا تستر المرأة شيئا من بدنها عن أحد من الناس ولقد نزلنا يوما على رجل منهم فجلسنا وامرأة الرجل معنا فبينها هي تحدثنا إذ كشفت فرجها وحكت ونحن ننظر إليها فسترنا وجوهنا وقلنا استغفر الله فضحك زوجها وقال للترجمان قل لهم تكشفه بحضرتكم فترونه وتصونه فلا يوصل إليه هو خير من أن تغطيه وتمكن منه وليس يعرفون الزنا ومن ظهروا منه على شيء من فعله شقوه نصفين وذلك أنهم يجمعون بين أغصان شجرتين ثم يشدونه بالأغصان ويرسلون الشجرتين فينشق الذي شد إليهما وقال بعضهم وسمعني أقرأ قرآنا فاستحسن القرآن وأقبل يقول للترجمان قل له لا تسكت وقال لي هذا الرجل يوما على لسان الترجمان قل لهذا العربي ألربنا عز وجل امرأة فاستعظمت ذلك وسبحت الله عز وجل واستغفرته فسبح واستغفر كما فعلت وكذلك رسم التركي كلما سمع المسلم يسبح ويهلل قال مثله ورسوم تزويجهم وهو أن يخطب الواحد منهم إلى الآخر بعض حرمه إما ابنته أو أخته أو بعض من يملك أمره على كذا وكذا ثوب خوارزمي فإذا وافقه حملها إلي وربما كان المهر جمالا أو دواب أو غير ذلك وليس يصل الواحد إلى امرأته حتى يوفي الصداق الذي قد وافق وليها علي فإذا وافاه إياه جاء غير محتشم حتى يدخل إلى المنزل الذي هي فيه فيأخذها بحضرة أبيها وأمها وإخواتها فلا يمنعونه من ذلك وإذا مات الرجل وله زوجة وأولاد تزوج الأكبر من ولده بامرأته إذا لم تكن أمة ولا يقدر أحد من التجار ولا غيرهم أن يغتسل من جنابه بحضرتهم إلا ليلا من حيث لا يرونه وذلك أنهم يغضبون ويقولون هذا يريد أن يسحرنا لأنه قد تفرس في الماء ويغرمونه مالا ولا يقدر أحد من المسلمين أن يجتاز ببلدهم حتى يجعل له منهم صديقا ينزل عليه ويحمل له من بلد الإسلام ثوبا والامرأته لباسا من الحرير وشيئا من فلفل وزبيب وجوز فإذا قدم على صديقه ضرب له قبة وحمل إليه من الغنم على قدره حتى يتولى المسلم ذبحها لأن الترك لا يذبحون وإنما يضرب الواحد منهم رأس الشاتي حتى تموت وإذا أراد الرجل منهم الرحيل وقد قام عليه شيء من جماله ودوابه أو احتاج إلى مال ترك ما قد قام عليه عند صديقه التركي وأخذ من جماله ودوابه وماله حاجة ورحل فإذا عاد من الوجه الذي يقصده قضاه ماله ورد إليه جماله ودوابه وكذلك لو مر بالتركي إنسان لا يعرفه ثم قال أنا ضيفك وأنا أريد من جمالك ودوابك ودرهمك دفع إليه ما يريد فإن مات هذا الإنسان وعادت القافلة لقياهم التركي وقال أين ضيفي فإن قالوا مات حط القافلة ثم جاء إلى أنبل تاجر يراه فيهم فحل متاعه وهو ينظر فأخذ من دراهمه مثل ما له عند ذلك الإنسان بغير زيادة حبه وكذلك يأخذ من دوابه وجماله وقال ذلك ابن عمك وأنت أحق من غري معا وإن فر فعل أيضا ذلك الفعل وقال له ذلك مسلم مثلك خذ أنت من وإن لم يوافق المسلم ضيفه في الجاد سأل عن بلاده أين هو فإذا أرشد إليه صار في طلبه مسيرة أيام حتى السابق من غد لقينا رجل واحد من الأتراك دميم الخلق رث الهيئة قميء المنظر خسيس المخبر وقد أخذنا مطر شديد فقال قفوا فوقفت القافلة بأسرها وهي نحو ثلاثة ألاف داب وخمسة ألاف رجل ثم قال ليس يغادر منكم أحد فوقفنا طاعة لأمره فقلنا له نحن أصدقاء كوذركين فأقبل يضحك ثم قال الخبز بلغة خوارزم فدفعت إليه أقراصا فأخذها وقال مروا قد رحمتكم وإذا مرض الرجل منهم وكان له جوار وعبيد خدموه ولم يقربه أحد من أهل بيته وأضربون له خيم ناحية من البيوت فلا يزال فيها إلى أن يموت أو يبرأ وإن كان عبدا أو فقيرا رموا به في الصحراء وارتحلوا عنه وإذا مات الرجل منهم حفروا له حفيرة كبيرة كهيئة البيت وعمدوا إليه فألبسوه لباسه وقوسه وجعلوا في يده قدحا من خشب فيه نبيذ وتركوا بين يديه إناءا من خشب فيه نبيذ وجاءوا بكل ما له فجعلوه معه في ذلك البيت ثم أجلسوه فيه فسقفوا البيت علي وجعلوا فوقه مثل القبة من الطين وعمدوا إلى دوابه على قدر كثرتها فقتلوا منها مئة رأس إلى مئتي رأس إلى رأس واحد وأكلوا لحومها إلا الرأس والقوائم والجلد والذنب فإنهم يصلبون ذلك على الخشب وقالوا هذه دوابه يركبها إلى الجنة فإن كان قتل إنسانا وكان شجاعا نحتوا صورا من خشب على عدد من قتل وجعلوها على قبره وقالوا هؤلاء غلمان يخدمونه في الجنة وربما تغفلوا عن قتل الدواب يوما أو يومين فيحثهم شيخ من كبارهم فيقول رأيت فلانا يعني الميتة في النوم فقال لي هو ذا تراني وقد سبقني أصحابي وشققت رجلاي من اتباعي لهم وكنت ألحقهم وقد بقيت وحدي فعندها يعمدون إلى دواب فيقتلونها ويصلبونها عند قبره فإذا كان بعد يوم أو اثنين جاءهم ذلك الشيخ وقال قد رأيت فلانا وقال عرف أهلي وأصحابي أني قد لحقت من تقدمني واسترحت من التعب المستشرقون هم أول من نبه إلى خطورة هذه الرسالة فرحوا منذ أهل القرن التاسع عشر يعنون بها دراسة وتعليقا يقول ابن فضلان في رسالته والترك كلهم ينتفون لحاهم إلا شواربهم وربما رأيت الشيخ الهرم منهم وقد نتف لحيته وترك شيئا منها تحت ذقنة فإذا رآه إنسان من بعد لم يشك أنه تيس وملك الترك الغزية يقال له يبغو وهو اسم الأمير وكل من ملك هذه القبيلة فبهذا الاسم يسمى ويقال لخليفته كوذركين وكذا كل من يخلف رئيسا منهم يقال له كوذركين ثم نزلنا بعد ارتحالنا من ناحية أولا بصاحب جيشهم ويقال له أترك ابن القطفان فضرب لنا قبابا تركية وأنزلنا فيها وإذا له صبية وحاشية وبيوت كبيرة وساق إلينا غنما وقاد دواب لنذبح الغنم ونركب الدواب ودعا هو جماعة من أهل بيته وبني عم فقتل لهم غنما كثيرة وكنا قد أهدينا إليه هدية من ثياب وزبيب وجوز وفلفل فرأيت امرأته وقد كانت امرأة أبيه وقد أخذت لحما ولبنا وشيئا مما أتحفناه به وخرجت من البيوت إلى الصحراء فحفرت حفيرة ودفنت الذي كان معها فيها وتكلمت بكلام فقلت للترجمان ما تقول قال تقول هذه هدية للقطفان أبي أترك أهداها له العرب فلما كان في الليل دخلت أنا والترجمان إلي وهو في قبته جالس ومعنى كتاب نذير الحرمي يأمره فيه بالإسلام ويحضه عليه ووجه إليه خمسين دينارا ثلاثة مثاقي لمسك وجلودا لأديم وثيابا وكذلك ثوب ديباج وخمسة أثواب من الحرير فدفعنا إليه هدية ودفعنا إلى امرأته لباسا وخاتما وقرأت عليه الكتاب فقال للترجمان لست أقول لكم شيئا حتى ترجعوا وأكتب إلى السلطان بما أنا عازم علي ونزع الديباجة التي كانت علي ليلبس الخلع التي ذكرنا وإذا هو قد نتف لحيته كلها وشاربه فبقي كالخادم ورأيت الترك يذكرون أنه أفرسهم ولقد رأيت يوما وهو يسيرنا على فرسه إذ مرت وزة طائرة فأوتر قوسه وحرك دابته تحتها ثم رماها فإذا هو قد أنزلها فلما كان في بعض الأيام وجه خلف القواد الذين يلون ومنهم طرخان وابن أخيهما وكان طرخان أنبلهم وأجلهم وكان أعرج أعمى أشل فقال لهم إن هؤلاء رسل ملك العرب إلى صهري ألمش بن شلكي ولم يخير لي أن أطلقهم إلا عن مشورتكم فقال طرخان هذا شيء ما رأيناه قط ولا سمعنا به ولا اجتز بنا رسول سلطان مذكنا نحن وآبأنا وما أظن إلا أن السلطان قد أعمل الحيلة ووجه هؤلاء إلى الخزر ليستجيش بهم علينا والوجه أن يقطع هؤلاء الرسل نصفين نصفين ونأخذ ما معهم وقال آخر منهم لا بل نأخذ ما معهم ونتركهم عراتا يرجعون من حيث جاءوا وقال آخر لا ولكن لنا عند ملك الخزر أسراء فنبعث بهؤلاء نفادي بهم أولئك فما زالوا يرجعون بينهم هذه الأشياء سبعة أيام ونحن في حالة الموت حتى أجمع رأيهم على أن يخلوا سبيلنا ونمضي فخلعنا عليهم بعض العطايا وانصرفوا عنها ورحلنا حتى صرنا إلى نهر يندي فأخرج الناس مراكبهم وهي من جلود الجمال فبسطوها وأخذوا بالأثاث من الجمال التركية لأنها مدورة فجعلوها في جوفها حتى تمتد ثم حشوها بالثياب والمتاع فإذا امتلأت جلس في كل مركب جماعة خمسة وستة وأربعة وأقل وأكثر وأخذون بأيديهم خشبا معينا فجعلونه كالمجاديف ولا يزالون يجدفون والماء يحملها وهي تدور حتى نعبر فأما الدواب والجمال فإنه يصاح بها فتعبر سباحة ولابد أن تعبر جماعة من المقاتلين ومعهم السلاح قبل أن يعبر شيء من القافلة ليكونوا طليعة للناس خيفة من المعتدين أن يكبسوا الناس وهم يعبرون فعبرنا نهر يندي على هذه الصفة التي ذكرنا ثم عبرنا بعد ذلك غيره من الأنهار الكبيرة ثم صرنا بعد ذلك إلى إحدى القبائل وإذا هم نزول على ماء شبيه بالبحر غير جار وإذا هم سمر شديد السمرة وإذا هم محلق لحة فقراء على خلاف الغزية لأن رأيت من الغزية من يملك عشرة ألاف داب ومئة ألف رأس من الغنم وأكثر ما ترعى من الغنم ما بين الثلج تبحث بأظلافها تطلب الحشيش فإذا لم تجده قضمت الثلج فسمنت غاية السمن فإذا كان الصيف وأكلت الحشيش هزلت فنزلنا على القبيلة يوما واحدا ثم ارتحلنا فنزلنا على أكبر نهر رأيناه وأعظمه ولقد رأيت مركبا انقلب فيه فغرق من كان فيه وذهب كثير من الناس وغرقت عدة جمال ودواب ولم نعبره إلا بجهد ثم سرنا أياما وعبرنا عدة أنهار أخرى ووقفنا في بلد قوم من الأتراك يقال لهم الباشغرد فحذرناهم أشد الحذر وذلك أنهم شر الأتراك وأقدرهم وأشدهم إقداما على القتل يلقى الرجل الرجل فيمزق هامته ويأخذها ويتركه وهم يحلقون لحاهم ويأكلون القمل ولقد كان معنا منهم واحد قد أسلم وكان يخدمنا فرأيته وجد قملة في ثوبه فقصعها بظفره ثم لحسها وقال لما رآني هذا جيد وكل واحد منهم ينحة خشبة فإذا أرد سفرا أو لقاء عدو قبلها وسجد لها وقال يا رب افعل بي كذا وكذا فقلت للترجمان سل بعضهم ما حجتهم في هذا ولما جعله رب قال لأني خرجت من مثله فلست أعرف لنفسي خالقا غيره ومنهم من يزعم أن له اثني عشر ربا للشتاء رب وللصيف رب وللمطر رب وللريح رب وللشجر رب وللناس رب وللدواب رب وللماء رب ولليل رب وللنهار رب وللموت رب وللأرض رب والرب الذي في السماء أكبرهم إلا أنه يجتمع مع هؤلاء باتفاق ويرضى كل واحد منهم بما يعمل شريكه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ورأينا طائفة منهم تعبد الحياة وطائفة تعبد السمك وطائفة تعبد الكراكي فعرفوني أنهم كانوا يحاربون قوما من أعدائهم فهزموهم وأن الكراكي صاحت وراءهم ففزعوا وانهزموا فعبدوا الكراكي لذلك وقالوا هذه ربنا وهذه أفعاله هزم أعداءنا فهم يعبدونها لذلك ابن فضلان وملك السقالب مشاهدات عن القبائل والعادات والتقاليد يقول الرحلة العربي فلما كنا من ملك السقالب وهو الذي قصدنا إليه على مسيرة يوم وليلة وجه لاستقبالنا الملوك الأربع الذين تحت يده وإخوته وأولاده فاستقبلونا ومعهم الخبز واللحم وساروا معنا فلما صرنا منه على فرسخين تلقانا هو بنفسه فلما رآنا نزل فخر ساجدا شكرا لله عز وجل وكان في كمه دراهم فنثرها علينا ونصب لنا قبابا فنزلناها وكان وصولنا إليه يوم الأحد لإثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة عشر وثلاثمائة فكانت المسافة من الجرجانية إلى بلده سبعين يوما فأقمنا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء في القباب التي ضربت لنا حتى جمع الملوك والقواد وأهل بلده ليسمعوا قراءة الكتاب فلما كان يوم الخميس واجتمعوا نشرنا اللواءين الذين كان معنا وأسرجنا الدابة بالسرج الموجه إليه وألبسناه السواد وعممناه وأخرجت كتاب الخليفة وقلت له لا يجوز أن نجلس والكتاب يقرأ فقام على قدمي هو ومن حضر من وجوه أهل مملكته وهو رجل بدين بطين جدا وبدأت فقرأت صدر الكتاب فلما بلغت من سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو قلت رد على أمير المؤمنين السلام فرد وردوا جميعا بأسرهم ولم يزل الترجمان يترجم لنا حرفا حرفا فلما استتممنا قراءته كبروا تكبيرة ارتجت لها الأرض ثم قرأت كتاب الوزير حامد بن العباس وهو قائم ثم أمرته بالجلوس فجلس عند قراءة كتاب نذير الحرمي فلما استتممته نثر أصحابه عليه الدراهم الكثيرة ثم أخرجت الهدايا من الطيب والثياب واللؤلؤ له والامرأته فلم أزل أعرض عليه وعليها شيئا شيئا حتى فرغنا من ذلك ثم خلعت على امرأته بحضرة الناس وكانت جالسة إلى جنبه وهذه سنتهم وزيهم فلما خلعت عليها نثر النساء عليها الدراهم وانصرفنا فلما كان بعد ساعة وجه إلينا نداء فدخلنا إليه وهو في قبته والملوك عن يمينه ومرنا أن نجلس عن يساره وإذا أولاده جلوس بين يديه وهو وحده على سرير مغش بالدباج الرمي فدعا بالمائدة فقدمت وعليها اللحم المشوي وحده فابتدأ هو فأخذ سكينا وقطع لقمة وأكلها وثانية وثالثة ثم احتز قطعة دفعها إلى سوسا الرسول فلما تناولها جاءته مائدة صغيرة فجعلت بين يديه وكذلك الرسم لا يمد أحد يده إلى الأكل حتى يناوله الملك لقمة فالساعة يتناولها تكون قد جاءته مائدة ثم ناولني فجاءتني مائدة ثم قطع قطعة وناولها الملك الذي عن يمين فجاءته مائدة ثم ناول الملك الثاني فجاءته مائدة ثم ناول الملك الرابع فجاءته مائدة ثم ناول أولاده فجاءتهم الموائد وأكلنا كل واحد من مائدة لا يشركه فيها أحد ولا يتناول من مائدة غيره شيئا فإذا فرغ من الطعام حمل كل واحد منهم ما بقي على مائدة إلى منزله فلما أكلنا دعا بشراب العسل ليومه وليلته فشرب قدحا ثم قام قائما فقال هذا سروري بمولايا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وقام الملوك الأربعة وأولاده لقيامه وقمنا نحن أيضا حتى إذا فعل ذلك ثلاث مرات ثم انصرفنا من عنده وقد كان يخطب له على منبره قبل قدومي اللهم أصلح الملك يلطوار ملك بلغار فقلت أنا له إن الله هو الملك ولا يسمى على المنبر بهذا الاسم غيره عز وجل وهذا مولاك أمير المؤمنين قد رضي لنفسه أن يقال على منابره في الشرق والغرب اللهم أصلح عبدك وخليفتك جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين وكذا من كان قبله من آبائه الخلفاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقال لي فكيف يجوز أن يخطب لي قلت باسمك واسم أبيك قال إن أبي كان كافرة ولا أحب أن أذكر اسمه على المنبر وأنا أيضا فما أحب أن يذكر اسمي إذ كان الذي سماني به كافرة ولكن ما اسم مولاي أمير المؤمنين فقلت جعفر قال فيجوز أن أتسمى باسمه قلت نعم قال قد جعلت اسمي جعفر واسم أبي عبد الله فتقدم إلى الخطيب بذلك ففعلت فكان يخطب له اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمير بلغار مولى أمير المؤمنين ولما كان بعد قراءة الكتاب وإصال الهدايا بثلاثة أيام بعث إلي وقد كان بلغه أمر الأربعة آلاف دينار وما كان من حيلة النصراني في تأخيرها وكان خبرها في الكتاب فلما دخلت إلي أمرني بالجلوس فجلست ورمى إلي كتاب أمير المؤمنين فقال من جاء بهذا الكتاب قلت أنا ثم رمى إلي كتاب الوزير فقال وهذا أيضا قلت أنا قال فالمال الذي ذكر فيهما ما فعل به قلت تعذر جمعه وضاق الوقت وخشينا فوت الدخول فتركناه ليلحق بنا فقال إنما جئتم بأجمعكم وأنفق عليكم مولاي ما أنفق لحمل هذا المال إلي حتى أبني به حصنا يمنعني من اليهود الذين قد استعبدوني فأما الهدية فغلامي قد كان يحسن أن يجيئ بها قلت هو كذلك إلا أن قد اجتهدنا فقال للترجمان قل له أنا لا أعرف هؤلاء إنما أعرفك أنت وذلك أن هؤلاء قوم عجم ولو علم الأستاذ أيده الله أنهم يبلغون ما تبلغ ما معثبك حتى تحفظ علي وتقرأ كتابي وتسمع جوابي ولست أطالب غيرك بدرهم فاخرج من المال فهو أصلح لك فانصرفت من بين يديه مذعورا مغموما وكان رجلا له منظر وهيبة بدين عريض كأنما يتكلم من خابية فخرجت من عنده وجمعت أصحابي وعرفتهم ما جرى بيني وبينه وقلت لهم من هذا حذرت وكان مؤذنه يثني الإقامة إذا أذن فقلت له إن مولاك أمير المؤمنين يفرد في داره الإقامة فقال للمؤذن اقبل ما يقوله لك ولا تخالف فأقام المؤذن على ذلك أياما وهو يسائلني عن المال ويناظرني فيه وأنا أويسه منه وأحتج فيه فلما يأس منه تقدم إلى المؤذن أن يثني الإقامة ففعل وراد بذلك أن يجعله طريقا إلى مناظرتي فلما سمعت تثنيته للإقامة نهيته وصحت علي فعرف الملك ذلك فأحضرني وأحضر أصحابي فلما اجتمعنا قال للترجمان قل له يعنيني ما يقول في مؤذنين أفرد أحدهما وثن الآخر ثم صلى كل واحد منهما بقوم أتجوز الصلاة أم لا قلت الصلاة جائزة فقال باختلاف أم بإجماع قلت بإجماع قال قل له فما يقول في رجل دفع إلى قوم مالا لأقوام ضعفاء محاصرين مستعبدين فخانوه فقلت هذا لا يجوز وهؤلاء قوم سوء قال باختلاف أم بإجماع قلت بإجماع فقال للترجمان قل له تعلم أن الخليفة أطال الله بقاء لو بعث إلي جيشا كان يقدر علي قلت لا قال فأمير خراسان قلت لا قال أليس لبعد المسافة وكثرة من بيننا من قبائل الكفار قلت بلى قال قل له فوالله إني لبمكان البعيد الذي تراني فيه وإني لخائف من مولاي أمير المؤمنين وذلك أني أخاف أن يبلغه عني شيء يكره فيدعو علي فأهلك بمكاني وهو في مملكته وبيني وبينه البلدان الشاسعة وأنتم تأكلون خبزة تلبسون ثيابة وترونه في كل وقت خنتموه في مقدار رسالة بعثكم بها إلي إلى قوم ضعفاء وخنتم المسلمين لا أقبل منكم أمر ديني حتى يجيئني من ينصح لي فيما يقول فإذا جاءني إنسان بهذه الصورة قبلت منه فألجمنا وما أحرنا جوابا وانصرفنا من عنده فكان بعد هذا القول يؤثرني ويقربني ويباعد أصحابي ويسميني أبا بكر الصديق ورأيت في بلده من العجائب ما لا أحصيها كثرة من ذلك أن أول ليلة بتناها في بلده رأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية أفق السماء وقد أحمرت حمرارا شديدا وسمعت في الجو أصواتا شديدة وهمهمة عالية فرفعت رأسي فإذا غيم أحمر مثل النار قريب مني وإذا تلك الهمهمة والأصوات منه وإذا فيه أمثال الناس والدواب وإذا في أيدي الأشباح التي فيه تشبه الناس رماح وسيوف أتبينها وأتخيلها وإذا قطعة أخرى مثلها أرى فيها أيضا رجالا والدواب وسلاحا فأقبلت هذه القطعة تحمل على هذه كما تحمل الكتيبة على الكتيبة ففزعنا من ذلك وأقبلنا على التضرع والدعاء وهم يضحكون منا ويتعجبون من فعلنا وكنا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان جميعا ساعة ثم تفترقان فما زال الأمر كذلك ساعة من الليل ثم غابتا فسألنا الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا يقولون إن هؤلاء من مؤمن الجن وكفارهم وهم يقتتلون في كل عشية وأنهم ما عدموا هذا مذكانوا في كل ليلة ودخلت أنا وخياط كان للملك من أهل بغداد لنتحدث فتحدثنا بعض الوقت ونحن ننتظر أذان العشاء فإذا بالأذان فخرجنا من القبة وقد طلع الفجر فقلت للمؤذن أي شيء أذنت قال قال أذان الفجر قلت فالعشاء الآخرة قال نصليها مع المغرب قلت فالليل قال كما ترى وقد كان أقصر من هذا إلا أنه قد أخذ في الطول وذكر أنه منذ شهر ما نام خوفا من أن تفوته صلاة الصبح وذلك أن الإنسان يجعل القدر على النار وقت المغرب ثم يصل الصبح وما أنا لها أن تنضج ورأيت النهار عندهم طويلا جدا وأنه يطول عندهم مدة من السنة ويقصر الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار فلما كانت الليلة الثانية جلست خارج القبة وراقبت السماء فلم أرى من الكواكب إلا عددا يسيرا ظننت أنه نحو الخمسة عشر كوكبا متفرقة وإذا الشفاق الأحمر الذي قبل المغرب لا يغيب البتة وإذا الليل قليل الظلم يعرف الرجل الرجل فيه من أكثر من رمية سهم ورأيت القمر لا يتوسط السماء بل يطلع في أرجائها ساعة ثم يطلع الفجر فيغيب القمر وحدثني الملك أن وراء بلده بمسيرة ثلاثة أشهر قوم الليل عندهم أقل من ساعة ورأيت البلد عند طلوع الشمس يحمر كل شيء فيه من الأرض والجبال وكل شيء ينظر الإنسان إلي حين تطلع الشمس كأنها غمامة كبرى فلا تزال الحمرة كذلك حتى تتكبد السماء وعرفني أهل البلد أنه إذا كان الشتاء عاد الليل في طول النهار وعاد النهار في قصر الليل حتى إن الرجل منا لا يخرج إلى مودع بيننا وبينه أقل من مسيرة فرسخ وقت طلوع الفجر فلا يبلغه إلى العشاء إلى وقت طلوع الكواكب كلها حتى تطبق السماء فما برحنا من البلد حتى امتد الليل وقصر النهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رسالة ابن فضلان تلفتنا إلى عصر اليقظة العربية وماضي الأمة حيث مفاخر الأجداد وتحردنا على أن تغدو هذه الأمة من جديد أمة حية تستحق الخلود والإكبار كما كانت من قبل يوصل أحمد بن فضلان رسالته وحكايته ورأيتهم يتبركون بعواء الكلاب جداً ويفرحون به ويقولون سنة خصب وبركة وسلامة ورأيت الحياة عندهم كثيرة حتى إن الغصن من الشجرة لا تلتف عليه العشرة منها والأكثر ولا يقتلونها ولا تؤذيهم حتى لقد رأيت في بعض المواضع شجرة طويلة يكون طولها أكثر من مئة ذراع وقد سقطت وإذا بدنها عظيم جداً فوقفت أنظر إلي إذ تحرك فرا عن ذلك وتأملته فإذا عليه حية قريبة منه في الغلظ والطول فلما رأتني سقطت عنه وغابت بين الشجر فجئت فزعاً فحدثت الملكة ومن كان في مجلسه فلم يكترثوا لذلك وقال لا تجزع فليس تؤذيك ونزلنا مع الملك منزلاً فدخلت أنا وأصحابي تكين وسوساً وبارس ومعنا رجل من أصحاب الملك بين الشجر فرأينا عوداً صغيراً أخضر ترقة المغزل وأطول فيه عرق أخضر على رأس العرق ورقة عريضة مبسوطة على الأرض مفروش عليها مثل النابت فيها حب لا يشك من يأكله أنه رمان طيب فأكلنا منه فإذا به من اللذة أمر عظيم فما زلنا نتبعه ونأكله ورأيت لهم تفاحاً أخضر شديد الخضرة وشد حموضة من خل الخمر تأكله الجواري فيسمن عليه ولم أر في بلدهم أكثر من شجر البندق لقد رأيت منه غياضاً تكون الغيضة أربعين فرسخاً في مثلها ورأيت لهم شجراً لأدري ما هو مفرط الطول وساقه أجرد من الورق ورؤوسه كرؤوس النخل له خوص دقاق إلا أنهم مجتمع يجئون إلى موضع يعرفونه من ساقه فيثقبون ويجعلون تحته إناء فتجري إليه من ذلك الثقب ماء أطيب من العسل إن أكثر الإنسان منه أسكره كما يسكر الخمر وأكثر أكلهم الجوارس ولحم الدابة على أن الحنطة والشعير كثير وكل من زرع شيئاً أخذه لنفسه ليس للملك فيه حق غير أنهم يؤدون إليه في كل سنة من كل بيت جلد سمور وإذا أمر سرية بالغارة على بعض البلدان فغنمت كان له معهم حصة وليس لهم مواضع يجمعون فيها طعامهم ولكنهم يحفرون في الأرض آباراً وأجعلون الطعام فيها فليس يمضي عليه إلا أيام يسيرة حتى يتغير ويفسد فلا ينتفع به وليس لهم زيت ولا دهن وإنما يقيمون مقام هذه الأدهان دهن السمك فكل شيء يستعملونه فيه يكون زفراً ويعملون من الشعير حساءً يحسونه الجواري والغلمان ربما طبخوا الشعير باللحم فأكل الموالي اللحم وطعموا الجواري الشعير إلا أن يكون رأس تيس فيطعم من اللحم وكلهم يلبس القلانس فوق رؤوسهم فإذا ركب الملك ركب وحده بغير غلام ولا أحد يكون معه فإذا اجتاز في السوق لم يبقى أحد إلا قام وأخذ قلانسوته عن رأسه فجعلها تحت إبطه فإذا جوزهم أردوا قلانسهم إلى رؤوسهم وكذلك كل من يدخل إلى الملك من صغير وكبير حتى أولاده وإخوته ساعة ينظرون إلي قد أخذوا قلانسهم فجعلوها تحت آباطهم ثم أومأوا إليه برؤوسهم وجلسوا ثم قاموا حتى يأمرهم بالجلوس وكل من يجلس بين يدي فإنما يجلس باركا ولا يخرج قلانسوته ولا يظهرها حتى يخرج من بين يدي فيلبسها عند ذلك وكلهم في قباب إلا أن قبة الملك كبيرة جدا تسع ألف نفس وأكثر مفروشة بالفرش الأرمني وله في وسطها سرير مغش بالدباج الرمي ومن رسومهم أي من عاداتهم أنه إذا ولد لابن الرجل مولود أخذه جده دون أبي وقال أنا أحق به من أبي حتى يصير رجلا وإذا مات منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده فعرفت الملك أن هذا غير جائز وعرفته كيف تكون المواريث حتى فهمها وما رأيت أكثر من الصواعق في بلدهم وإذا وقعت الصائقة على بيت لم يقربوه ويتركونه على حالته وجميع من فيه من رجل ومال وغير ذلك حتى يتلفه الزمان ويقولون هذا بيت مغضوب عليهم وإذا قتل الرجل منهم الرجل عمدا اقتصوا منه وإذا قتله خطأا صنعوا له صندوقا من خشب وجعلوه في جوفه وسمروه عليه وجعلوا معه ثلاثة أرغفة وكوزة ماء ونصبوا له ثلاثة خشبات وعلقوه بينها وقالوا نجعله بين السماء والأرض يصيبه المطر والشمس لعل الله أن يرحمه فلا يزال معلقا حتى يبليه الزمان وتهب به الرياح وإذا رأوا إنسانا له حركة ومعرفة بالأشياء قالوا هذا حقه أن يخدم ربنا فأخذوه وجعلوا في عنقه حبلا وعلقوه في شجرة حتى يتقطع ولقد حدثني ترجمان الملك أن سنديا سقط إلى ذلك البلد فأقام عند الملك برهة من الزمان يخدمه وكان خفيفا فهما فأراد جماعة منهم الخروج في تجارة لهم فاستأذن السندي الملك في الخروج معهم فنهاه عن ذلك وألح علي حتى أذن له فخرج معهم في سفينة فرأوه حركا كيسا فتأمروا بينهم وقالوا هذا يصلح لخدمة ربنا فنتوجه به إليه فجعلوا في عنقه حبلا وشدوه في رأس شجرة عالية وتركوه ومضوا وإذا كانوا يسرون في طريق فأراد أحدهم البول فبال وعليه سلاحه انتهبوه وأخذوا سلاحه وثيابه وجميع ما معه وهذا رسم لهم ومن حط عنه سلاحه وجعله ناحية وبال لم يتعرض له وأنزلوا الرجال والنساء إلى النار فاغتسلون جميعا عراتا لا يستتر بعضهم من بعض ولا يزنون بوجه ولا سبب ومن زن منهم كائنا من كان ضربوا له أربع سكك وشدوا يديه ورجليه إليها وقطعوا بالفأس من رقبته إلى فخذيه وكذلك فعلون بالمرأة أيضا ثم تعلق كل قطعة منه ومنها على شجرة وما زلت أجتهد أن يستتر النساء من الرجال في السباحة فما استوى لي ذلك ويقتلون السارقة كما يقتلون الزاني وفي غياضهم عسل كثير في مساكن النحل يعرفونها فيخرجون لطلب ذلك فربما وقع عليهم قوم من أعدائهم فقتلوهم وفيهم تجار كثير يخرجون إلى أرض الترك فيجلبون الغنم وإلى بلد آخر فيجلبون السمور والثعلب الأسود ورأينا فيهم أهل بيت يكونون خمسة ألاف نفس من امرأة ورجل قد أسلموا كلهم وقد بنوا له مسجدا من خشب يصلون فيه ولا يعرفون القراءة فعلمت جماعة ما يصلون به ولقد أسلم على يدي رجل يقال له طالوت فأسميته عبد الله فقال أريد أن تسميني باسمك محمدا ففعلت وأسلمت امرأته وأمه وأولاده فسموا كلهم محمدا وعلمته الحمد لله وقل هو الله أحد فكان فرحه بهتين السورتين أكثر من فرحه إن صار ملك السقالبة وكنا لما وفينا الملك وجدناه نازلا على ماء يقال له خلجة وهي ثلاث بحيرات منها اثنتان كبيرتان وواحدة صغيرة إلا أنه ليس في جميعها شيء يلحق غوره وبين هذا الموضع وبين نهر لهم عظيم يصب إلى بلاد الخزر نحو الفرسخ وعلى هذا النهر موضع سوق يباع فيها المتاع الكثير النفيس وكان تكين حدثني أن في بلد الملك رجلا عظيم الخلق جدا فلما صرت إلى البلد سألت الملك عنه فقال نعم قد كان في بلدنا ومات ولم يكن من أهل البلد ولا من الناس أيضا وكان من خبره أن قوما من التجار خرجوا إلى نهر بيننا وبينه يوم واحد كما يخرجون وهذا النهر قد طغى ماء فلم أشعر يوما إلا وقد وفاني جماعة من التجار فقالوا أيها الملك قد طفى على الماء رجل إن كان من أمة تقرب منا فلا مقام لنا في هذه الديار وليس لنا غير التحويل فركبت معهم حتى صرت إلى نهر فإذا أنا بالرجل وإذا له رأس كأكبر ما يكون من القدور وأنف أكثر من شبر وعيناني عظيمتان وأصابع تكون أكثر من شبر فراعني أمره ودخلني ما داخل القوم من الفزع وأقبلنا نكلمه ولا يكلمنا بل ينظر إلينا فحملته إلى مكاني وكتبت إلى أهل ويسو وهم منا على ثلاثة أشهر أسألهم عنه فكتبوا إلي يعرفونني أن هذا الرجل من ياجوج ومأجوج وهم منا على ثلاثة أشهر عرات يحل بيننا وبينهم البحر لأنهم على شطه وهم مثل البهائم ينكح بعضهم بعضا يخرج الله عز وجل لهم كل يوم سمكة من البحر فيجيء الواحد منهم ومعه المدية فيقطع منها قدر ما يكفي ويكفي عياله فإن أخذ فوق ما يقنع اشتكى بطنه وكذلك عياله تشتكي بطونهم وربما مات وماتوا بأسرهم فإذا أخذوا منها حاجتهم انقلبت ووقعت في البحر فهم في كل يوم على ذلك وبيننا وبينهم البحر من جانب والجبال محيطة بهم من جوانب أخرى والسد أيضا قد حال بينهم وبين الباب الذي كانوا يخرجون منه فإذا أراد الله عز وجل أن يخرجهم إلى العمارات سبب لهم فتح السد ونضب البحر وانقطع عنهم السمك قال فسألته عن الرجل فقال أقام عندي مدة فلم يكن ينظر إليه صبي إلا مات ولا حامل إلا طرحت حملها وكان إن تمكن من إنسان عصره بيديه حتى يقتله فلما رأيت ذلك علقته في شجرة عالية حتى مات إن أردت أن تنظر إلى عظامه ورأسه مضيت معك حتى تنظر إليها فقلت أنا والله أحب ذاك فركب معي إلى غيضة كبيرة فيها شجر عظام فتقدمني إلى شجرة سقطت عظامه ورأسه تحتها فرأيت رأسه مثل خلية النحل وإذا أضلعه أكبر من شماريخ النخل وكذلك عظام سقيه وذراعه فتعجبت من وانصرفت ترجمة نانسي قنقر ثم أرد الرحيل فبعث إلى قوم يأمرهم بالرحيل معه فأبوا عليه وافترقوا فرقتين فبعث إليهم الملك وقال إن الله عز وجل قد من علي بالإسلام وبدولة أمير المؤمنين فأنا عبده وهذه الأمة قد قلدتني فمن خالفني لقيته بالسيف فلما وجه إليهم هذه الرسالة خافوا ناحيته فرحلوا بأجمعهم معه إلى نهر قليل العرض يكون عرضه خمسة أذرع وماءه إلى السرة وفيه مواضع إلى الترقوة وأكثره قامة وحوله شجر كثير وبالقرب منه صحراء واسع يذكرون أن بها حيوانا دون الجمل في الكبر وفوق الثور رأسه رأس جمل وذنبه ذنب ثور وبدنه بدن بغل وحوافره مثل أظلاف الثور له في وسط رأسه قرن واحد غليظ مستدير كلما ارتفع دق حتى يصير مثل سنان الرمح فمنه ما يكون طوله خمسة أذرع إلى ثلاثة أذرع إلى أكثر وأقل يرتعي ورق الشجر جيد الخضرة إذا رأى الفارس قصده فإن كان تحته جواد أمن منه بجهد وإن لحقه أخذه من ظهر دابته بقرنه ثم زج به في الهواء استقبله بقرنه فلا يزال كذلك حتى يقتله ولا يعرض للدابة بوجه ولا سبب وهم يطلبونه في الصحراء والغياض حتى يقتلوه وذلك أنهم يصعدون الشجر العالي التي يكون بينها ويجتمع لذلك عدة من الرمات بالسهام المسمومة فإذا توسطهم رموه حتى يثخنوه ويقتلوه وذكر بعض أهل البلد أنه الكركدن وما رأيت منهم إنسانا يحمر بل أكثرهم معلول وربما يموت أكثرهم وإذا مات المسلم عندهم أو زوج المرأة الخوارزمية غسلوه غسل المسلمين ثم حملوه على عجلة تجر حتى يصير به إلى المكان الذي يدفنونه فيه فإذا صار إليه أخذوه عن العجلة وجعلوه على الأرض ثم خطوا حوله خطا ونحوه ثم حفروا داخل ذلك الخط قبرة وجعلوا له لحدا ودفنوا وكذلك يفعلون بموتاهم ولا تبكي النساء على الميت بل الرجال منهم يبكون عليه يجيؤون في اليوم الذي مات فيه فيقفون على باب قبته فيضجون بأقبح بكاء يكون وأوحشه هؤلاء هم الأحرار فإذا انقضى بكاؤهم جاء العبيد ومعهم جلود مضفورة فلا يزالون يبكون ويضربون جنوبهم وما ظهر من أبدانهم بتلك السيور حتى تصير في أجسادهم مثل ضرب الصوت ولابد من أن ينصبوا بباب قبته متردا ويحضروا سلاحه فاجعلونها حول قبره ولا يقطعون البكاء سنتين فإذا انقضت السنتان حطوا المطرد وأخذوا من شعورهم ودعا أقرباء الميت دعوة يعرف بها خروجهم من الحزن وإن كانت له زوجة تزوجت هذا إذا كان من الرؤساء فأما العام فأفعلون بعض هذا بموتاهم وعلى ملك السقالبة ضريبة يؤديها إلى ملك الخزر من كل بيت في مملكته وهي عبارة عن جلد سمور وإذا قدمت السفينة من بلد الخزر إلى بلد السقالبة ركب الملك فأحصى ما فيها وأخذ من جميع ذلك العشر وإذا قدم الروس أو غيرهم من سائر الأجناس برقيق فللملك أن يختار من كل عشرة رؤوس رأسه وابن ملك السقالبة رهينة عند ملك الخزر وقد كان اتصل بملك الخزر عن ابنة ملك السقالبة فوجه يخطبها فاحتج عليه ورده فبعث وأخذها غصبة وهو يهودي وهي مسلمة فماتت عنده فوجه يطلب بنتا له أخرى فساعة اتصل ذلك بملك السقالبة بادر فزوجها لملك آخر وهو من تحت يده خيفة أن يغتصبه إياها كما فعل بأختها وإنما دع ملك السقالبة أن يكاتب السلطان ويسأله أن يبني له حصنا خوفا من ملك الخزر ابن فضلان في بلاد الروس العادات والتقاليد كما يرويها في رسالته يقول رحلة العربي ورأيت الروسية وقد وافوا في تجاراتهم ونزلوا على نهر إتل فلم أرى أتم أبدانا منهم كأنهم النخل شقر حمر يلبس الرجل منهم كساء اجتملوا به على أحد شقي ويخرجوا إحدى يديه منه ومع كل واحد منهم فأس وسيف وسكين لا يفارقه جميع ما ذكرنا وسيوفهم صفائح مشطبة إفرنجية ومن حد ظفر الواحد منهم إلى عنقه أغصان شجر وغير ذلك وكل امرأة منهم فعلى ثدها حقة مشدودة إما من حديد وإما من فضة وإما نحاس وإما ذهب على قدر مال زوجها ومقداره وفي كل حقة حلقة فيها سكين مشدودة على الثد أيضا وفي أعناقه أطواق من ذهب وفضة لأن الرجل إذا ملك عشرة آلاف درهم صاغ لامرأته طوقا وإن ملك عشرين ألفا صاغ لها طوقين وكذلك كل عشرة آلاف يزدادها يزداد طوقا لامرأته فربما كان في عنق الواحدة منهن الأطواق الكثيرة وأجل الحلي عندهم الخرز الأخضر من الخزف الذي يكون على السفن يبالغون فيه وإشترون الخرزة بدرهم وينظمونه عقودا لنسائهم وهم أكثر خلق الله لا يستنجون من غائط ولا بول ولا يغتسلون من جنابه ولا يغسلون أيديهم من الطعام بل هم كالحمير الضال يجئون من بلدهم فيرسون سفنهم بنهر كبير ويبنون على شطه بيوتا كبارا من الخشب ويجتمع في البيت الواحد العشرة والعشرون والأقل والأكثر ولكل واحد سرير يجلس عليه ومعهم الجوار الجميلات للتجار فينكح الواحد جارية ورفيقه ينظر إليه وربما اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحال بعضهم بحذاء بعض وربما يدخل التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية فيصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى يقضي مأربة ولابد لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤوسهم بأقدر ماء يكون وذلك أن الجارية إليه حملت الجارية القصعة إلى الذي إلى جانبه ففعل مثل فعل صاحبه ولا تزال ترفعها من واحد إلى واحد حتى تديرها على جميع من في البيت وكل واحد منهم يتمخط ويبصق فيها ويغسل وجهه وشعره فيها وساعة وصول سفونهم إلى هذا المرسى يخرج كل واحد منهم ومعه خبز ولحم وبصل ولبن ونبيذ حتى يوافي خشبة طويلة منصوبة لها وجه يشبه وجه الإنسان وحولها صور وخلف تلك الصور الواح خشب طوال قد نصبت في الأرض فيصل إلى الصورة الكبيرة ويسجد لها ثم يقول لها يا رب قد جئت من بلد بعيد ومعي من الجوار كذا وكذا رأسا ومن السمور كذا وكذا جلدا حتى يذكر جميع ما قدم معه من تجارته ثم يقول وجئتك بهذه الهدية ثم يترك الذي معه بين يدي الخشبة ويقول أريد أن ترزقني تاجرا معه دنانير ودراهم كثيرة فيشتري مني كل ما أريد ولا يخالفني فيما أقول ثم ينصرف فإن تعثر فإن تعثر عليه بيعه وطالت أيامه عاد بهدية ثانية وثالثة فإن تعذر ما يريد حمل إلى كل صورة من تلك الصور الصغار هدية وسألها الشفاعة وقال هؤلاء فيترحه بين يدي تلك الخشبة الكبيرة والصغار التي حولها ويعلق رؤوس البقر أو الغنم على ذلك الخشب المنصوب في الأرض فإذا كان الليل وجاءت الكلاب فأكلت جميع ذلك فيقول الذي فعل قد رضي ربي عني وأكل هديتي ترجمة نانسي قنقر رسالة الرحالة العربي المسلم أحمد بن فضلان وإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة وطرحوه فيها وجعلوا معه شيئا من الخبز والماء ولا يقربونه ولا يكلمون بل لا يتعاهدون في كل أيام مرضه لسيما إن كان ضعيفا أو مملوكا فإن برئ وقام رجع إليهم وإما تأحرقوا فإن كان مملوكا تركوه على حاله تأكله الكلاب وجوارح الطير وإذا أصابوا سارقا أو لصا جاءوا به إلى شجرة غليظة وشدوا في عنقه حبلا وثيقة وعلقوه فيها ويبقى معلقا حتى يتقطع من المكث بالرياح والأمطار وكان يقال لي أنهم يفعلون برؤسائهم عند الموت أمورا أقلها الحرق فكنت حب أن أقف على ذلك حتى بلغني موت رجل منهم جليل فجعلوه في قبره وسقفوا عليه عشرة أيام حتى فرغوا من قطع ثياب وخياطتها وذلك أن الرجل الفقير منهم يعملون له سفينة صغيرة ويجعلونه فيها ويحرقونها والغني يجمعون مال ويجعلونه ثلاثة أثلاث فثلث لأهل ثلث يقطعون له به ثيابا وثلث ينبذون به نبيذا يشربون يوم تقتل جاريته نفسها وتحرق مع مولاها وهم مستهترون بالنبيذ يشربونه ليلا ونهارا فربما مات الواحد منهم والقدح في يده وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه من منكم يموت معه فيقول بعضهم أنا فإذا قال ذلك فقد وجب عليه لا يستوي له أن يرجع أبدا ولو أرد ذلك ما ترك وأكثر من يفعل هذا الجواري فلما مات ذلك الرجل الذي قدمت ذكره قالوا لجواريه يموت معه فقالت إحداهن أنا فوكلوا بها جاريتين تحفظانها وتكونان معها حيث سلكت حتى إنهما ربما غسلت رجليها بأيديهما وأخذوا في شأنه وقطع الثياب له وإصلاح ما يحتاج إليه والجارية في كل يوم تشرب وتغني فرحة مستبشرة فلما كان اليوم الذي يحرق فيه هو والجارية حضرت إلى النهر الذي فيه سفينته فإذا هي قد أخرجت وجعل لها أربعة أركان من خشب وجعل أيضا حولها قطع كبيرة من الخشب ثم مدت حتى جعلت على ذلك الخشب وأقبلوا يذهبون ويجئون وأتكلمون بكلام لا يفهم وهو بعد في قبره لم يخرجوه ثم جاءوا بسرير فجعلوه على السفينة وغشوه بالمساند الدباج الرمي ثم جاءت امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت فرشت على السرير الفرشة التي ذكرنا وهي تولت خياطته وإصلاحه وهي تقتل الجواري ورأيتها ضخمة مكفهرة فلما وافوا قبره نحوا التراب عن الخشب ونحوا الخشب واستخرجوه في الإزار الذي مات فيه فرأيته قد اسود لبرد البلد وقد كانوا جعلوا معه في قبره نبيذا وفاكهة وطنبورة فأخرجوا جميع ذلك فإذا هو لم ينتن ولم يتغير منه شيء غير لونه فالبسوه سراويل جعلوا على رأسه قلنسوة دباجة سمورية حملوه حتى أدخلوه القبة التي على السفينة وأجلسوه وأسندوه بالمساند وجاءوا بالنبيذ والفاكهة والريحان فجعلوه معه وجاءوا بخبز ولحم وبصل فأطرحوه بين يدي وجاءوا بكلب فقطعوه نصفين وألقوه في السفينة ثم جاءوا بجميع سلاح فجعلوه إلى جانبه ثم أخذوا دابتين فأجروهما حتى عرقته ثم قطعوهما بالسيف وألقوا لحمهما في السفينة ثم جاءوا ببقرتين فقطعوهما أيضا وألقوهما فيها ثم حضروا ديكا ودجاجة فقتلوهما وطرحوهما فيها والجرية التي تريد أن تقتل تدخل قبة قبة من قبابهم فيجامعها صاحب القبة ويقول لها قولي لمولاك إنما فعلت هذا من محدتك فلما كان وقت العصر من يوم الجمعة جاءوا بالجارية على أكف الرجال وتكلمت بكلام لها فأنزلوها ثم أصعدوها ثانية ففعلت تفعلها في المرة الأولى ثم أنزلوها وأصعدوها ثالثة ففعلت فعلها في المرتين ثم دفعوا إليها دجاجة فقطعت رأسها ورمت به وأخذوا الدجاجة فألقوها في السفينة فسألت الترجمان عن فعلها فقال قالت في أول مرة هو ذا أرى أبي وأمي قالت في الثانية هو ذا أرى جميع قرابة الموت قعودا وقالت في المرة الثالثة هو ذا أرى مولايا قاعدا في الجنة والجنة حسنة خضراء ومعه الرجال والغلمان وهو يدعوني فاذهبوا بي إليه فمروا بها نحو السفينة فنزعت سوارين كان عليها ودفعتهما إلى المرأة التي تسمى ملك الموت وهي التي تقتلها ونزعت خلخلين كان عليها ودفعتهما إلى الجاريتين التي كانت تخدمانها وهم ابنت المرأة المعروفة بملك الموت ثم أصعدوها إلى السفينة ولم يدخلوها إلى القبة وجاء الرجال ومعهم التروس والخشب ودفعوا إليها قدحا من النبيذ فغنت عليه وشربت فقال لي الترجمان إنها تودع صاحباتها بذلك ثم دفع إليها قدح آخر فأخذته وطولت الغناء والعجوز تستحثها على شرب والدخول إلى القبة التي فيها مولاها فرأيتها وقد تبلدت وأرادت دخول القبة فأدخلت رأسها بينها وبين السفينة فأخذت العجوز رأسها وأدخلتها القبة ودخلت معها وأخذ الرجال يضربون بالخشب على التروس لألا يسمع صوت صياحها فيجزع غيرها من الجواري ولا يطلبن الموت مع مواليهن ثم دخل إلى القبة ستة رجال فجمعوا بأسرهم الجارية ثم أضجعوها إلى جانب مولاها وأمسك اثنان رجليها واثنان يديها وجعلت العجوز التي تسمى ملك الموت في عنقها حبلا مخالفا ودفعته إلى اثنين ليجذباه وأقبلت معها خنجر عريض النصل فأقبلت تدخل بين أضلاعها موضعا موضعا وتخرجه والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت جاء الناس بالخشب والحطب ومع كل واحد خشبة قد اشتعل رأسها فيلقيها في ذلك الخشب فتأخذ النار في الحطب ثم في السفينة ثم في القبة والرجل والجارية وجميع من فيها ثم هبت ريح عظيمة هائلة فاشتد لهب النار واضطر مسايرها وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذي معي فسألته عما قال له فقال إنه يقول أنتم يا معاشر العرب حمقى فقلت لما قال إنكم تعمدون إلى أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب وتأكله التراب والهوام والدود ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته وساعته ثم ضحك ضحكا مفرطا فسألت عن ذلك فقال من محبة ربه له قد بعث الريحة حتى تأخذه في ساعة فما مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت السفينة والحطب والجارية والمولى رمادا ثم بنوا على موضع السفينة وكانوا قد أخرجوها من النهر شبيها بالتل المدور ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة وكتبوا عليها اسم الرجل واسم ملك الروس وانصرفوا المستشرقون هم أول من نبه إلى خطورة هذه الرسالة فرحوا منذ أهل القرن التاسع عشر يعنون بها دراسة وتعليقا يقول ابن فضلان في رسالته ومن عادة ملك الروس أيكون معه في قصره أربعمائة رجل من صناديد أصحابه وأهل الثقة عنده فهم يموتون بموته ويقتلون دونه ومع كل واحد منهم جارية تخدمه وتغسل رأسه وتصنع له ما يأكل واشرب وجارية أخرى يطأها وهؤلاء الأربعمائة يجلسون تحت سريره وسريره عظيم مرصع بنفيس الجواهر وأجلس معه على السرير أربعون جارية لفراشه وربما وطئ الواحدة منهن بحضرة أصحابه الذين ذكرنا ولا ينزل عن سريره فإذا أراد قضاء حاجة قضاها في طشت وإذا أراد الركوب قدموا دبته إلى السرير فركبها منه وله خليفة يسوس الجيوش ويواقع الأعداء ويخلفه في رعيته خاقان ملك الخزر أو خاقان الكبير الذي تدعن له الملوك كيف كان يعامل الناس وما هي عادته في حياته وفي علاقاته يروي الحكاية بن فضلان في رسالته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وله تدعن الملوك ويدخل في كل يوم إلى خاقان الأكبر متواضعا يظهر الإخبات والسكينة ولا يدخل عليه إلا حافيا وبيده حطب فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب فإذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن يمينه ويخلفه رجل يقال له كندر خاقان ورسم الملك الأكبر وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل وتفرش فيه وتحت الدار نهر والنهر نهر كبير يجري ويجعلون القبر فوق ذلك النار ويقولون حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام وإذا دفن دربت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدري أين قبره من تلك البيوت ويقولون قد دخل الجنة وتفرش البيوت كلها بالدباج المنسوج بالذهب ورسم ملك الخزر أيكون له خمس وعشرون امرأة كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذين يحاذون يأخذها طوعا أو كرها وله من الجوار لفراشه ستون ما منهن إلا فائقة الجمال وكل واحدة من الحرائر في قصر مفرد لها قبة مغشات بالساج وحول كل قبة مضرب ولكل واحدة منهن خادم يحجبها فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم الذي يحجبها فيجيء بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه ويقف الخادم على باب قبة الملك فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرف ولم يتركها بعد ذلك لحظة واحدة وإذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر الجيوش لركوبه ويكون بينه وبين المواكب ميل فلا يراه أحد من رعيته إلا خر لوجهه ساجدا له لا يرفع رأسه حتى يتجاوزه ومدة ملكهم أربعون سنة إذا جوزها يوما واحدا قتلته الرعية وخاصته قالوا هذا قد نقص عقله واضطرب رأيه وإذا بعث سرية لم تولي الدبر بوجه ولا سبب فإذا انهزمت قتل كل من ينصرف إليه منها فأما القواد وخليفته فما تنهزم أحضرهم وأحضر نساءهم وأولادهم فوهبهم بحضرتهم لغيرهم وهم ينظرون وكذلك دوابهم ومتاعهم والسلاحهم ودورهم وربما قطع كل واحد منهم قطعتين وصلبهم وربما علقهم بأعناقهم في الشجر ربما جعلهم إذا أحسن إليهم ساسة ولملك الخزر مدينة عظيمة على نهر إتل وهي جانبان في أحد الجانبين المسلمون وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه وعلى المسلمين رجل من غلمان الملك وهو مسلم وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخزر والمختلفين إليهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام المسلم لا ينظر في أمورهم ولا يقضي بينهم غيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رسالة بن فضلان تلفتنا إلى عصر اليقظة العربية وماضي الأمة حيث مفاخر الأجدد وتحردنا على أن تغدو هذه الأمة من جديد أمة حية تستحق الخلود والإكبار كما كانت من قبل رسالة أحمد بن فضلان تعتبر وثيقة سياسية تاريخية هامة نحن العرب أولى بالاهتمام والعيات بها وقد كنا أصحاب الفضل واليد منذ عشرة قرون حيث كان الغرب يتخبط في الجهل والظلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة